في تصريح خاص لمركز الأخبار أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية أكد أن القمة الخليجية المرتقبة والتي سوف تستضيفها مملكة البحرين ستناقش ملفات مهمة يأخذ ملف التنمية والاقتصاد حيزا كبيرا منها معالي أيضا أشاري لأن هناك قمة مرتقبة بين دول مجلس التعاون ورئيسة وزراء بريطانيا تريزامي تتناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين نتطلع إن شاء الله أن تكون هذه القمة قمة خير وقمة عطاء وقمة أمن واستقرار وتفائل بقيادة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ملك البلاد المفدد وهذه القمة فيها جد والأعمال مهم فيها مواضيع مهمة تتعلق بالشأن الاقتصادي في المقام الأول اللي هو طبعا يحقق التنمية والحياة الأفضل والازدهار في كل بلداننا ومتفائلين جدا حقيقة بها القمة لأنها تكون قمة ناجحة جدا إلى أن هناك قمة أخرى مع رئيسة وزراء بريطانيا للمرة الأولى بين دول مجلس وبريطانيا اشتركوا في القناة